اشتركوا في القناة القمر راح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة وخمسة وثلاثين دقيقة من صباح يوم السبت بتوقيت جرينج اللي هو بعدها راح ينتقل القمر لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر طبعا استقر في برج الجوزاء عشان هيك في الفترة هاي جميع الابراج تشعر بنوع من انواع النشاط في اتصالاتها بيشعروا بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتهم اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة اللي ما زالت مأثرة طبعا اول زاوية اللي هي التسديس الايجابية اللي بين الشمس وبين المشتري وهي تأثيرات حكينا اليوم 24-12 بتدفع بحضودنا بصورة عامة على المستوى الشخصي والنفسي والاجتماعي والمهني اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس منفصلة بين الزهرة وبين المريخ وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 19-12 يعني بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات العاطفية الناجحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ممتزجة هي زاوية اقتران ما بين الزهرة وما بين بلوتو ممتزجة يعني فيها ايجابية وفيها سلبية يعني فيها ايجابي ونحوس في نفس اللحظة وهي طبعا راح تظل مستمرة لغاية يوم 30-12 تأثيراتها بتخلق جو عام من السعادة من النحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابا بحيث انها تتدعم وتتعزز اكثر فاكثر اما بالنسبة للسلبية في هاي زاوية انها بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبيين وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وهي شغلة ممكن تسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية بشكل كبير اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين اورانوس وهي اللي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات خصوصا العادات الاجتماعية طبعا هاي زاوية لها علاقة بحوادث طبيعية مدمرة مثل العواصف والزلازل الطائرات او سكك الحديد ومرضو على الاضرابات والتمرد على الحكومات او الحكومة على الشعب هذه طبعا لها فترة طويلة اثرة ومستمرة لغاية 13 واحد اما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي اليوم رح تتشكله تقريبا هاي تأثيراتها طيلة النهار يعني من ساعات الصباح لساعات المساء وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي بطبيعتها بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى الحيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين طبعا القمر بيأثر لما بيكون موجود في الجوزاء على اجزاء معينة من جسم الانسان في كل برج الو اجزاء معينة الان بما انه موجود في الجوزاء الاعضاء الاكثر حساسية اللي هي الكاتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي انابيب الشعب الهوائية الريئتين الوصلات العصبية اللي هي اجهزة العصب او جهاز العصب والحركة الشعيرات الدموية نظام التبادل هذولا اللي هم اكثر حساسية واللي بدهم اكثر رعاية لالنا في هاي الفترة طبعا الان احنا بلشنا في مراحل اكتمال القمر فحشان هيك منبلش نقول انه العمليات الجراحية يعني ما منوصف فيها كثير الا للضرورة القصوى يعني بكون الامر ملح لاجراء عملية جراحية فهذا شيء ما منقدر نحكي لا ما بصير ولكن العمليات الجراحية او التجميلية او اللي الها علاقة بالاسنان يفضل انها تتأجل يعني بعد ما ينتهي القمر اكتماله يعني بعد ما البدر يصير يصغر لانه في حال اكتمال القمر دائما بصير اللي هي زيادة السوائل في الجسم فعادة منخاف من النزف بعد العمليات او اثناء العملية الجراحية بس هاي النقطة اللي احنا منخاف منها باقي الامور ما فيه اي شيء مخيف بالعكس سهل جدا انه يتعاملوا مع هذا الاطباء في غرف العمليات او بعد العمليات ما فيه اي شيء مقلق بس عشان هيك احنا قديما كانوا يحكوا بس يكتمال بدر انه لا ينصح بالعمليات الجراحية بس انا بحب انبه كل التنبيهات ما كان وما هو احالي بالنسبة لعمليات التجميل طبعا الان خلص انتهى الموضوع يعني الا للضرورة القسوة برضو العمليات اللي بالامكان تأجيلها يفضل انها تؤجل لانه تأثيرات تراجع الزهرة بلشت واضحة وفي نفس اللحظة اكتمال القمر لا يصلح لازالة الشعر الزائد بالنسبة لقص الشعر التجميلي والصبغ عادي ما فيه اي مشكلة ولكن لا يصلح للقص العلاجي نهائيا بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اللقاح ما له علاقة بنزف الدم بالعكس وبيعمل تجلط في الدم فعشان هيك احنا منهو الخذو اسبرين فهي افضل الفترات بالنسبة للمطعوم كورونا اللي هي اكتمال القمر حتى يمكن ما يكون فيه اعراض او حاجة الى اخذ البندول او البرستيمول اذا كان الواحد شعر بتعب ام حل اللقاح وحس انه او حرارته بده ترتفع شوي قبل ما ترتفع ياخذ احبتين بندول كل ست ساعات بيكون افضل بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الجوزة خلوه المسار القادم بيكون يوم الاحد تسعتاش اتناش بيبدأ فيه تمام الساعة ستة ودقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة واحد وارفعين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر المكتمل ولكن مش مكتمل بالكامل يعني لسه ناقص اثنين بالمية عمره اربعة عشر يوم فيه تمام الساعة ثنتين عصرا بيصير خمستعشر يوم زي ما حكينا نسبة الاضاءة ثمانية وتسعين في المية بكرة الاحد بيكتمل اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناش سعيدة بنسبة خمسة في المية الان ولكن مع ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية القمر في القوس حتى يوم تسعتاش اتناش سعيد بنسبة خمسة في المية عطارد في الجدي حتى يوم اثنين واحد سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناش طبعا حلقة التراجع نزلت عن الزهرة وحلقة القوس وانتقاله للجدي صارت موجودة برضو على القناة بالنسبة للزهرة طبعا هي سعيدة بنسبة ثلاثين في المية المريخ في القوس حتى يوم 24 و 1 منتحس بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 29 و 12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4 و 6 منتحس بنسبة 10% أورانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18 و 1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28 و 6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29 و 4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر استقر في البيت الثالث معناته اليوم في نشاط عالي جدا اليوم بتنشطوا في الاتصالات بالتنقلات بعدة أمور اليوم بتكون عندكم بتحاولوا أنكم تنجزوها طبعا نشاطكم عالي جدا الفترة هاي هي حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها عشان هيك حاول أنك ما تتهرب منها حاول أنك تنجزها بالكامل رح يتغير الوضع لصالحك شرط أنك تتحلى بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وحاول قدر الإمكان ما تدخل لا بخلافات ولا بجدالات وما تعصب اليوم رح تكثر الزيارات والتناقلات إما أنت بتجريها أو ناس هم اللي رح يجل عندك برج الثور اليوم القمر صار مستقرب في البيت الأول بيت المال فعشان هيك اليوم بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنكوا تتجنبوا النفقات الوضع بتطلب منكوا كثير من المبالغ ممكن التزامات أو مصاريف أو عليكوا بعض الدفعات أو مشتريات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصلحات أو لاستحقاقات مالية أهم شيء أنك تتجنب نزوات التسوق يعني ما تندفع كثير في المشتريات حاذر من تهديد الاستقرار المالي يعني لأنه شوي متقلب ممكن اليوم تنشغلوا بمسائل مالية متنوعة برج الجوزة القمر صار موجود عندكم بما أنه صار موجود عندكم معناة الأجواء إيجابية وداعمة لإلكم اليوم أنتوا عندكم قدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها اليوم رح تلمسوا انفراج وبترتفع معنوياتكم بشكل ملحوظ ممكن اليوم تواجهوا الواقع بمنطق وعزيمة وتلقى جواب كنت بتنتظره هذه الفترة ممتازة جدا ممكن توضح لك بعض الأمور اللي كانت شوي صعبة عليك أو كنت تجهلها أو مش قادر أنك توصل لها اليوم بتكون الأمور واضحة بانتظارك اليوم برضو لقاء لمرحلة جديدة الأجواء جيدة برضو وممتازة بالنسبة لإلك برج السرطان طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك الأجواء ضاغطة عليك وبتلاقي إنه شوي الأجواء هيك مش ماشي معك مثل ما بدك التعب هيك والإرهاق التوتر النفسي ما كل الأمور ضاغطة عشان هيك حاول إنك تخلي الأولويات للعمل هي الضروري والعاجل هي الهدفك الأساسي بدك تنجزها فقط لا غير انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات حاولوا إنكم تأخذوا قصة من الراحة لأنه اليوم ممكن شوية تعيشوا لحظات صعبة فبتكوا تحذروا من الفشل أو الالتباس أو التراجع الصحي برج الأسد بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء وهذا يوم بالنسبة لإلكم مناسب لطلب استشارة أو لتأييد أحدهم أهم إشي إنك تحاول إنك تنجز أعمالك ممكن اليوم تجد إنه صعوبة حتى إنه بعض أعمالك هاي ما رح تقدر تنجزها بشكل كامل دون واسطة أو تدخل أحدهم لمساعدتك استشير أهل الإختصاص بتتمأن مخاوفك شيئاً ما وبتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهم إشي إنك ما تستسلم بل حاول إنك تتفاقل بالخير طبعاً حاول إنك تنجز كل الأشياء المهمة قبل انتقال القمر للسرطان لأنه رح يكون موجود في بيت متعبك برج العذرة حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل القمر موجود في بيت السمعة عشان هيك بدك تنتبهوا كثير خلال هذا اليوم لتصرفاتكم وأعمالكم من أي خطأ ممكن يشوه السمعة حاولوا إنك تقدموا أفضل ما لديكم ممكن اليوم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ بدك تكون على قدر المسئولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أحدهم إلك بدك تخلي خجلك هيك على جنب وعبر عن آراءك بثقة وجراءة اتجنب بس الكلام القارص يعني خلي كلامك واضح خليك هادي بدون أي مشاكل برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات حاولوا إنك تبحثوا عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما ممكن اليوم تكثر عندك الانشغالات الإدارية وأهم شي إنك تحذروا من بعض المتاعب الصحية الأجواء جيدة للتنقلات للاتصالات للتعامل مع الأجانب للامتحانات الأجواء ممتازة جدا ودعم لإلك بقوة فعشان هيك يحاول تستثمر هاي الفترة لأنها لصالحك بشكل قوي وبرضو فيها بعض المكاسب لإلك برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة القمر موجود يعني في بيت أساس جدا اللي هو إلو علاقة بالأموال المشتركة فعشان هيك بتكون تحاولوا إنك تسارعوا لترتيب أوراقكم وملفاتكم ممكن تحتاجوا لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة أهم إشي إنك ما تبقى وحيد حاول إنك ما تتقوقع على نفسك شارك في كل النشاطات بادر لتصحيح الأخطاء اختلط بالمجتمع الفترة هاي ممتازة لترتيب كل الأوضاع المالية المشتركة إن كان لها علاقة ببنك أو قروض أو ميراث أو حتى مطالبة بحقوق لا إلك فحاول إنك تستثمرها برج القوس طبعا القمر الآن صار مقابلكم تماما فعشان هيك بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في الحاطفة يعني اللي عندهم عمل اليوم بيقدروا يعززوا العلاقة مع شركاءهم اللي بيشتغلوا في مجال العمل في أي عمل كان حتى لو شريكك في عملك في المطبخ يعتبر هذا شريك والعاطفة أي علاقة عاطفية في نية ارتباط فيها أو مرتبطين فيها فهي تعتبر علاقة شراكة عاطفية يعني في شراكة ما بينك بالاتفاق على الارتباط فهذا شريكك بالعاطفة أو زوجك فهي فترة شوي بيصعب خلالها أو بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات تصلح للمصالحات للتقارب للارتباط تصلح للعلاقات بتعيش لحظات صعبة ومحرجة وبتعاكسك الظروف وبتظهر هاي الفترة معاكسات كبيرة وتعتبر فترة صعبة حاول انك ما تخالف القوانين وحاول انك ما تكون ساخر لانه القمر بيسحب من طاقتك وانت الحلقة الاضعف في هاي الفترة برج الجديد واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حذروا من تراجع صحي تقدروا تباكروا لعملكم حاول انك تترك مساحة غير للتحرك باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك الأجواء يعني ما زالت شوي بدها نوع من أنواع الرعاية على مستوى العمل على مستوى الصحة لأنه شوي الأجواء ضاغطة فعشان هيك حاول انك تنجز أعمالك ما تتغيب عن عملك وانتبه لصحتك صحيح انه ما في شيء خطر ولكن بدها بعض المراقبة ما زالت الشمس في بيت المتاعب والقمر في البيت السادس يعني الأمرين مش سهلين برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا الأجواء جيدة ودعمة لإلكم بشكل كبير وممكن اليوم تحققوا إنجازات رائعة على المستوى العاطفي وعلى المستوى المالي على مستوى الحظوظ ككل ممكن اليوم تعيشوا فرحة ونجاح ولكن ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحباك وبرضو ممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك فحاول انك تكون شاكر إله وما تنسى رد الجميل برج الحود بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت ما زالت الأجواء العائلية وأجواء البيت هي اللي بتأخذ الحيز الأكبر من تفكيركم عشان هيك اليوم رح تنهمكوا في ترتيبات وتصليحات أو لقاءات أو مناسبات فحاول انك تخصص وقت مهم لعائلتك ولشؤونك الخاصة ولإدارة الشؤون العائلية وحاول برضو انك ما تتسرع في الحكم على الأمور وعلى الأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو من شك أو من بعض الأشخاص اللي ممكن ينتقدوا تصرف لإلك أو شيء معين هذا الإشي يثير امتعاضك وغضبك فامسك عصابك وما في داعي للإنفعل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر